أردوغان يصرح اليونان طلبت من دول عدم المشاركة في مناورات إفس 2022 وقال رئيس التركي إن 37 دولة شاركت في المناورات رغم مطالبة اليونان أكثر من نصف تلك الدول عدم المشاركة وفي كلمة أدل بها خلال فعالية محلية بالجزء الأسيوي في مدينة إسطنبول أكد أردوغان أن الدول المشاركة في المناورات المذكورة لم تصغي لليونان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وأفاد أن اليونان عقادت اجتماعات داخلية بالتزامن مع المناورات وقررت خلالها إعادة النظر في العلاقات مع تركيا وتأجيل سداد الديون إلى حين تجاوز هذه الفترة المضطربة ولفت إلى أن تلك المناورات كانت خطوة جيدة لإصال رسائل المطلوبة للجهات المعنية مؤكدا أن تركيا ستواصل في طريقها بخطة ثابتة ترجمة نانسي قنقر